تارت مع الجيج واللاطين واو نحايلة تارت مع الجيج واللاطين رح نرجع لعندي بعد شوي من بعد ما نبدأ عالمنا الصباحي مثل العادة مع كارمن أكيد نسمع حظنا لليوم صبحكم بخير اليوم الثلاثة 16 أكتوبر 2021 اليوم الأمر كمان بعدهم رفقنا من بارح من برش الجدي وبعد موليد برش السرطان وموليد برش الحمل نوعا ما عندهم تقلبات متنوعة مش بالضرورة كتير لكن في أجواء متقلبة عندهم كيف رح بتكون كل الأبراج من بلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برش الحمل الجو مثل مبارح شبيه بمبارح اليوم النهار بيحمل لك ضغوط متنوعة بشغلك بعملك بمدرستك بعد عن المشاكل طويل بيلك لأنه بكرة الأجواء رح بتكون مختلفة وبكرة الأجواء جميلة مقارنة مع اليوم فما بتحرس تنزع الأكثر تعبا مولي 12-14 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور أنت اليوم قادر أنك تعود عن كتير من تأخير أو تراجع أو حتى إذا بدك تنافس اليوم أنت أقوى من غيرك نسبيا اليوم عندك أفكار جديدة غريبة بتسبق غيرك سيبق عصرك مثل ما نحنا منقول والحزوز موجودة بشكل خاص عند مولود 24-25 نيسان أبريل 10-11 أيار مايو أما يلي عنده ضغوط لأنه كوكب أورانيوس صار عنده أو موجود حد برشه 20-21 نيسان أبريل بنتقل لبرش الجوزاء مولود برش الجوزاء بين اليوم وبكرة لحطك بالجو لحتى اليوم ما تستعجل أو تتهور أو تكون كتير انفعالي اعتباطي بعملك الفرق بين اليوم وبكرة 180 درجة بكرة رائع 100% نوعية الوقت فاليوم ما نعاطلي ما نعاطلي لكن الأمور المهمة نوعية الوقت إذا بدأ حظ بدأ نوعية وقت منيح بيخدم مصلحتك أنت كلنا بنعرف أنه فيه أوقات أحلى من غيرها بكرة أجمل بكتير من اليوم اليوم فيك تحضر لبكرة اليوم فيك تستفهم فيك تمهد بلش تحضر لوراء تجمعها والانطلاقة خليها تكون بكرة على أكثر حظا 12-13-14-15 حزيران يونيو تكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان اليوم النهار بعده بينكزك بعده بيستفزك بعده بيحطك بظروف ومواقف محرجة بتطلع أنت المتجرس يعني أنت المزعوج أنت المدية حتى لو معك حق بيطلع الحق ضدك ما بيطلع معك حق فالطريقة والأسلوب اللي بتعتمده اليوم كتير بده يكون مدروس وإلا بتخسر حقك وبالتالي بتخسر الفرصة هذا النهار معقول يحطك في لقاء مع الشخص يمكن يكون عزيز على قلبك يمكن شخص ما بتعرفه يمكن يكون مسألة اجتماعية أو مهنية فما تنزع الفرصة فرصة الارتباط الأكثر سعبا 25-26-27 حزيران يونيو أيضا 11-12 تموز يوليو مكمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد نصيحة متأجلة بكرة اليوم النهار كتر فيه شغلك كتر ساعات أو طول دوامك شوي معلش بتحريز الأمور كتير معقدة وعارف أنه لازم تشتغل عليها بالأيام الثلاثة المقبلة متأجلة نصيحة اشتغل عليها اليوم وخلصها اليوم أو على الأقل بادر بحل حالتها الأمور الصعبة حالحلة اليوم نهار متعب نهار طويل بس بيكون منيح إذا استفدت منه الأكثر انفعالا 4-5-6 آب أغسطس بنت إلا برش العذراء مولود برش العذراء بعده نجمك قوي بعد أسهمك قوي مهم جدا شخص ناجح جدا بمختلف المجالات شو ما بتعمل شو ما بتحكي كله تقريبا بيزبط معك من الأشخاص المحظوظين هيدا نهار جميل جدا من الأيام المميزة بهيدا الشهر فما تترك هيدا نهار يمرق مرور الكرام 23-28 آب أغسطس 12-13 أيلول سبتمبر الأكثر حظا بنتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان نهار بيخليك نوعا ما تكون مبتعد ندفي عن الأضواء مبتعد عن الكلام يعني شوي أنت اليوم بتتخبى بتنعزل بتبتعد عن العجقة بتعتذر يمكن من بعض المشاركات لكن هذا نهار مش بالضرورة سلبي فقط طالع بيلك أنك تهتم بمسألة بتخصك شخصية وبتنزعج من الفضوليين الأوفر حظا 18-19 أكتوبر تكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب أوضح كلامك حاول أنك تكون عارف حالك وين رايح حاول أنه تسمع الرأي الآخر حاول أنه أنت تشتغل بطريقة دقيقة وديما دقق من بعد ما تشتغل قعد قراءة الأمور مثل ما نبهتك مبارح ونصيحة إذا في شخص بدك تتفهم معه تفهم معه اليوم لكن اسمع الرأي الآخر ما تفرض الرأي على الآخرين الأكثر تعبا 24-25 أكتوبر نكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس نهار جميل بيساعدك لحتى تتخطى خسارة معينة يمكن خسارة ثقة أحد الأشخاص خسارة يمكن علاقة يمكن خسارة ما نجحت بامتحان معين أو نجحت لكن أنت خسارة يمكن التميز أو الامتيازات اللي كنت لازم تخذها أو التفوق اليوم بتقدر تتخطى كل هايدي الأمور بدك تقوي شوي حالك ندفي وبتاخد قرار بمتابعة المثابرة لأنه بترجع بتنجح من جديد وبتقدر فعلا تحقق بمطلع الأسبوع المقبل نجاح كتير باهر الأوفر حظان 13-15 ديسمبر كمل مع برش الشادي بالنسبة لبرش الشادي هيدا نهار بيخليك تكون شخص قادر أنه يتحكم نوعا ما بأوراقه يعني أنت اليوم عندك أوراق حابب تلعبها حابب أنه أنت تاخد خطوة معينة حابب تقرر على شيء تشيل وتحط اليوم أنت شخص قادر أنك تتعمل كل هالإشياء يعني أنت اليوم الكابتن أنت اللي قادر تدير تمشي الأمور أمورك أنت وشو هي هالأمور على الأرجح أمور كتير مهمة قرار تقدم تراجع مهمين خطوات مهمة بغض النظر عن عمرك الأكثر حظان 22-23 ديسمبر بنت إلا برش الدلو مولود برش الدلو طول بيلك بعد هيدا نهار الأمور على نار خفيفة جدا 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 اليوم نهار ما بيعطيك نتيجة على زوءك تزعل بتقول يا ريت نطرت نطور لبكرة بكرة نهار ممتاز من الأيام الرائعة والحلوة يلي ما رح تخز لك الظروف كون حذر جدا 2-3-4 شباط فبراير بنتقل لأ برش الحوت مولود برش الحوت نهار بيقل لك عجل شوي عجل مش على مهلنا بالدوب اليوم بندك تركض شوي لتشهل ليه لأنه بدنا نسبة الركود اللي واصل لعندك الأربع الخميس والجمعة بدك تعجل شوي لتشهل وإلا يعني عندك يا اليوم ثلاثة يا أما السبت والأحد فأنت بتشوف شو بدك تعامل الأكثر حفظاً 15-17 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة بالنسبة لمولود اليوم هناك احتمالات أنه يكون فيه تغيير تدخل تغيير تطور تقدم روتين جديد كل هالأمور تدخل على حياتك الخاصة سواء هوايات جديدة علاقات جديدة زواج بيت جديد أو حتى مكان سكن جديد مكان أرض مختلفة تسافر تهاجر هذه السنة بعتبرها كتير مهمة أساسية عند مولود اليوم نوفمبر، ديسمبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو هنا أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا لكارمن فإذا دايما مثل العادة أولى محطاتنا بعالم الصباح مع الأبراج متطمنا عليها من بعد البريك نرجع من تابع بقية فقراتنا اليوم بينضم لإلنا تباعا هادية مع الموضة كمان كارلا مع خفيف فنظيف عن كيندا بأرض ورد وزينا مع كل النشاطات بأجندة بريك ومناسا من تبا